في الساعة الأولى من صباح الجمعة فوجئ سكان العالم بظهور شاشة العرض الزرقاء الشهيرة وتوقف العمل في العديد من المطارات ومحطات القطارات والبنوك وشركات الإعلام والطوارئ في مختلف الدول ثم اتضح أن خللا تقنيا عالميا في الأنظمة المعلوماتية أدى إلى ذلك الخلل التقني الذي استمر ساعات عدة كان مرتبطا بمشاكل في شركتين كراودسترايك ومايكروسوفت على الرغم من أنه لم يتضح بعد مدى ارتباط جميع حالات انقطاع الخدمة التي تم رصدها بالشركتين المذكورتين أو احتمال وجود مشاكل أخرى بعد ساعات قالت مايكروسوفت إنها أصلحت الخلل المتعلق بمشكلة تؤثر على الوصول إلى التطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 لكنها أشارت إلى أن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين فيما ذكرت كراودسترايك الشركة البارزة في مجال الأمن السيبراني أنها على علم بتقارير عن أعطال في نظام التشغيل ويندوز مايكروسوفت فيما يتعلق بمستشعرها فالكون المملكة المتحدة أكدت أن الخلال التقني العالمي لا يتم التعامل معه على أنه هجوم سيبراني متعمد بينما ذكرت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية أن لا دليل على وجود هجوم ألكتروني وراء العطل التكنولوجي العالمي هنا في العراق لم يكن للعطل التقني تأثير يذكر فقد أعلنت سلطة الطيران المدني أن المطارات العراقية لم تخرج عن الخدمة باستثناء توقف رحلات جميع الخطوط إلا العراقية من بغداد إلى دبي بسبب تأثر المطارات الإماراتية بالخلال وكذلك أفاد مركز الأمن السيبراني في مستشارية الأمن القومي بأن المؤسسات الحكومية العراقية لم تتأثر بالمشكلة العالمية اشتركوا في القناة